بسم الله الرحمن الرحيم فيما يلي مقررات جلست مجلس الوزراء الاعتئادية الثامنة لهذا اليوم بتاريخ 21 شباط عام 2023 الموافق على تخويل السيد وزير الخارجية أو من يخوله صلاحية التوقيع على مذكرة رسمية توجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة تتضمن طلب جمهورية العراق بالانضمام إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أن لا يقترن ذلك بالانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكولات المكملة لهذه الاتفاقية الموافق على تخويل وزارة الخارجية صلاحية التعاقد لاستئجار مبنى من المباني العائدة للقطاع الخاص لغرض إشغاله من مكتب منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة بغداد والذي جرى تقديره من اللجنة المؤلفة بمبلغ 110 ألف دولار مع إضافة زيادة تقديرية لمواجهة ما قد يطرأ لاحقا الموافقة على تعديل الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء 235 عام 2020 بشأن مبنى الملحقية العسكرية العراقية برفع عبارة على أن يخصص جزء من المبنى موضوع البحث لأغراض سفارتنا في لندن لعدم حاجة وزارة الخارجية لذلك الجزء من المبنى اثنين استثناء وزارة المالية مبنى الملحقية العسكرية العراقية من مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 في حال إدراج النص المثبت في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التصرف أصولياً بالمواد الكيميائية الموجودة في الحاويات المتروكة في موانئ أمقصر بعدد 23 حاوية والمودع في مقازن الزبير التابعة إلى وزارة الكهرباء بصفة أمانة وحق التصرف بشأن إهداءها إلى وزارة الكهرباء في ضوء الحالة المبينة في كتاب وزارة المالية وإهداء بقية المواد الكيميائية المتروكة إلى الوزارات في حال رغبتهم فيها استناداً إلى قرار مجلس الوزراء 403 لسنة 2019 وقانون القمارق 23 لسنة 1984 المعدل الموافقة على إقرار توصيات اللجنة المؤلفة في وزارة الداخلية المتعلقة بدراسة مشكلة ازدياد العمالة الأجنبية المثبتة مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء 63 لسنة 2020 والفقرة اثنياً من قرار مجلس الوزراء 23 ألف لسنة 2023 لتصبح بحسب الآتي أولاً استثناء الأدوية والمواد الطبية من قرار مجلس الوزراء 63 لسنة 2020 بشأن عدم تطبيق أحكام المادة 215 من قانون القمارق 23 لسنة 1984 وتعديلاته عند عدم تقييم القائمة الأصلية الموصوف في المادة 27 من القانون المذكور آنفاً أو تقديم الوثائق أو المستندات بشكل مخالف لما هو منصوص عليه بالمادة المذكورة 27 ثالثاً ويكون مبلغ الغرامة 750 ألف دينار عن كل مستند غير مصدق من الجهة المختصة أصولياً بما فيها شهادة المنشأ والفواتير غير المصدقة لتفادي حالات التلاعب والغش بسبب تأثيرها المباشر على صحة وسلامة الوطن ثانياً استثناء الأدوية والمواد الطبية من الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء 23055 لسنة 2023 بشأن تقديم تأمينات قدرها 500 ألف دينار عراقي عن عدم تصديق شهادة المنشأ والقوائم التجارية الفاتورة ثلاثة المطالبة بالمستندات المصادقة عليها من الجهات الصحية مع وجوب إجراء فحص من جهة فاحصة معتمدة بالإضافة إلى المستندات المصادقة الموافق على التوصية إلى مجلس النواب بشأن السير في إجراءات تشريع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوة الملكية رقم 13 لسنة 2010 والذي وافق عليه مجلس الوزراء بموجة بقرار 16 لسنة 2014 والمؤكد عليه بقرار مجلس الوزراء 401 لسنة 2015 الموافقة على دعم دائرة السينما والمسرح بحسب المتطلبات المبينة في كتاب وزارة الثقافة والسياحة والآثار دائرة السينما والمسرح رقم 12 شباط 2023 وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بإعداد دراسة شاملة لإعادة تأهيل مجموعة من المسارح في العاصمة بغداد الموافقة على ما يأتي إقرار توصيات اللجنة المختصة بإعادة النظر بقرارات مجلس الوزراء كافة المأخوذة من الحكومة السابقة خلال مدة تصريف الأمور اليومية من تأريخ 28 الأول 2021 وإلى غاية 27 تشرين الثاني 2022 مع إقرار الفقرات 11، 12، 14 دون الحاجة إلى إعادة إصدارها ونشرها ثانياً تتولى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق بينها ودائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان والجهاد ذات العلاقة تنفيذ التوصيات موضوع البحث والالتزام بنص الفقراثنياً من القرار 338 لعام 2022 الموافقة على ما يأتي أولاً التأكيد على الوزارات كافة بالالتزام بالتوقيتات الزمنية عند إرسال البيانات ثانياً التزام وزارات النفط والتجارة والتربية والعدل والزراعة والاتصالات والثقافة بالتوقيتات الزمنية المحددة في الفقرى رقم 3 فيما يخص إرسال بيانات الموقف الإسبوعي كل يوم أربعاء ثالثاً إرسال الكتب الرسمية الخاصة بالبيانات بتوقيع مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة بالوزارة في حال تعذر إرسالها بتوقيع السيد الوزير أو الوكيل لأي سبب كان أربعة قيام مكتب رئيس مجلس الوزراء بتزويد الفريق دورياً بالموقف المنجز وثيقة الاتفاق السياسي خمسة قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتزويد الفريق دورياً بالمنجز من التشريعات المطلوبة التي تضمنها المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي ستة قيام وزارة التخطيط بمتابعة تنفيذ الفقرة ثامناً من قرار مجلس الوزراء رقم 340 لسنة 2022 سبعة قيام الوزارات كافة بالمباشرة في تنفيذ الفقرات التي لا تحتاج إلى تمويل استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 340 لسنة 2022 وعقد الاجتماعات الدورية مع الفرق الوزارية الفرعية لضمان إنجاز المطلوب ثامناً التزام جميع الوزارات بالتوقيتات المؤشرة أزاء تنفيذ مستحدفات الإجراءات التنفيذية للبرنامج الحكومي الخاص بوزاراتهم ورفع تقارير المتابعة الخاصة بالفريق الرئيس تسعة اعتماد مقادير الإنجاز أساساً في تقييم السادة الوزراء والوكلاء والمدراء العامين ومن خلال اللجان المختصة التي تم تأليفها لهذا الغرض وفي هذا الإطار جدد السيد رئيس الوزراء التأكيد بأن تقييم المسؤولين كافة في الحكومة سيكون على أساس تنفيذ البرنامج الحكومي الموافقة على نقل القنصلية العامة للعراق من مدينة غاز عنتابة تركية إلى ولاية مرسين التركية بحسب طلب وزارة الخارجية إحداء وزارة الهجرة والمهجرين عجلات إسعاف إلى وزارة الصحة بحسب المبلغ الإجمالي المثبت في كتاب وزارة الهجرة والمهجرين في 21 شباط 2023 شكراً 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 شكراً